شؤون الأمة المسؤول عن كلها هو القائد الشؤون السياسية الشؤون التربوية الشؤون الاجتماعية الشؤون العائلية الشؤون الاقتصادية الشؤون العلمية كل شؤون الأمة مسؤوليتها على القائد القائد الإسلامي يجب عليه أن يسير بالأمة سيرا لا يبقى هناك جائع في الشؤون الاقتصادية ولا يبقى هناك جاهل في الشؤون العلمية ولا يبقى هناك منحرف عن الواقع في الشؤون السياسية ولا يبقى هناك جنات في الشؤون الأمنية ولا يبقى هناك متطرفون في الشؤون الإدارية هذه كلها مسؤولية للقائد الإسلامي ترجمة نانسي قنقر